موضوع الرجاء والقيامة يعني أول ما بتسمع هذه الكلمات تعتبر زي موسيقى زي لحن جميل والكل يبحث عن هذا الموضوع خليني أسألك كخادم وكراعي كنيسة أول ما بتسمع هذه الكلمات الرجاء والقيامة ماذا يخطر في ذهنك أو على بالك يخطر في ذهني أن الحياة مهما مدت بزمنها هي بدون الرجاء والقيامة هي أمل ضائع ولا يوجد فيها أي أمل السبب أن الإنسان تراب وإلى التراب يعود لكن الرجاء يحيي فينا وفي أفئدتنا وكياننا قوة أمل ورجاء والرجاء هو أبعد من الأمل والرجاء لا يخزي لا يخزي والرجاء هو أساس في الكتاب المقدس مؤسس على العقد الثلاثي بمعنى أن الرجاء هو رجاء حي يسميه الكتاب المقدس واستخدم هذه العبارة بالمقارنة مع قيامة المسيح المجيدة من بين الأموات فمسيحنا لا يموت الذي مات هو ما يموت في إنسانية يسوع المسيح لأن اللهوت لا يموت فيسوع هو رب اللهوت هو رب الصبأوت هو رب الملكوت هو رب الكل لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الكل فيسوع قد قام من بين الأموات وعطانا هذا الرجاء فيسوع حي ويسوع هو الله الذي ظهر في الجسد ويسوع هو القادر على كل شيء يحيي العظامة وهي رميمة فأنا أقول لك أخي المشاهد إن لم يكن لك هذا الرجاء المسيح يقدمه لك الآن وليس غدا وفي هذه اللحظات أن تقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتك لينضح الرجاء في أفئدتك وكيانك وإنسانك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر